اشتركوا في القناة من المنهج التعليمي وأمور كتير يحب اليوم النقشة بمقابلتنا مع حضرتك ونستفيد أكيد من خبراتك ونأخذ قد ما فينا معلومات بدي أسأل هيك سؤال يمكن أول شي بيخطر على بل حيالة شخص يمكن يلتقى بحضرتك أول مرة كيف إنسان موسيقي بصير مدير فرقة موسيقية كيف هالتحول ليه هالتوجه إذا فينا نقول بطبيعة الحال إذا بنا نحكي الأمور المنحة الأكاديمية لما نحنا منتخصص بالعلوم الموسيقية في جزء من الدراسية اللي منخدها نحنا بقلوا علاقة بالقليلات وفن صناعة القليلات وكيفية العزف على كيفة القليلات والعملية اللي بتجمعهم كلهم ضمن نطاق شي من سمين نحنا الأوركاست نحنا عنا بالمنهج دراسي أكيد ما بتكون كتير إذا بدك بتروح لبعيد بتكون دراسي صغيرة ولكن الأشخاص اللي بيحبوا يطوروا بيروحوا أكتر بيعملوا دراسات معمقة أكتر بس بالعلم ككل بعلم الموسيقى لما نحنا منتخصص بالعلوم الموسيقية رح يصير عنا إمكانية إنه نحنا نفهم عملية التجانس بين الأصوات وبين الإيلات ومن هون وبالرايح بتصير العملية كمان منوطة بإذا بدك أكتر الموهبة والخبرة يعني أكيد مش كل واحد بيدرس بيقدر يدير مش كل واحد بيدير بيكون دارس نعم يعني فيه إذا بدك هالهامش اللي بيختلف شوية بين شخص والتاني ولكن حسن الشخص طبعا نحنا على المنحة الأكاديمي إدارة الفرقة أو إدارة الجوءة هي علم قائم بحد ذاته نعم مش متل ما منشوف أوقات نحن عنا بالموسيقى شوية اللي منشوفها كل يوم كل واحد قادر يطلع يعد للشباب ويبلشوا كله نسوا هايدي تختلف كليا عن العلم بقيادة الفرقة أو الجوءة نعم إذا ما نحكي عن فرقة زوان باند الموسيقية مين أسسها اي متا تأسسيت كيف تأسسيت وشو مشروع خلان ننطلق من فكرة إنه كل شخص كل طالب بيجي لعنا على كليت الموسيقى بجامعة روح القدس الكاسليك من ضمن الاختصاص اللي هو عم بيتحضر له فيه مادة من سميه نحن العزف الجماعي أو باللغة الفرنسية ميزيك دو شامر نعم مجموعة طلاب تلاتة أربعة يجتمعوا تقدروا يقدموا بنهاية الفصل ويحصلوا على علامتهم القصص تطورت شوي لما إدارة الكلية وإدارة الجامعة ككل حبت يصير عنا فرقة شوي أكبر وتصير طوعنا بإحتفالات الجامعة بداية والإحتفالات الرسمية اللي بعدنا منطلق لها وهيك كانت النوات انطلقنا بتحضيرات لعيد الميلاد اجتمعنا الطلاب وطلاب هني من مختلف الأعمار ومن مختلف السنوات يعني عندي طلاب سنة أولى عندي طلاب سنة خامسة عندي طلاب ماستير كلهم بنفس الفرقة صرنا نجتمع وأكيد صار فيه كتابة موسيقية معينة للفرقة تتقدر تغطي الألات الموجودة والجوءة اللي عم بترفق الفرقة كمانا إن كان على الصعيد العربي الشرقي أو على الصعيد الغربي بأنماط مختلفة من الموسيقى إن كان البوب أو الروك أو اللغة اللبنانية المحكية يلي كمان عم نتناول فيها الأغاني العربية انطلقنا بعيد الميلاد وبلشنا نحيي كل الإحتفالات الرسمية يلي إليها علاقة بالجامعة لنوصل لعيد الموسيقى يلي هو بواحدة وعشرين حزيران كمان كان عنا حفلة بقلب الجامعة ومنا رحنا على شوية مهرجانات خارج نطاق الجامعة شو هي مهرجانات المشركة؟ نحنا أحيينا افتتاح مهرجان المبيد بظهور الشوير كانت الافتتاحية مع الفرقة واختتمنا مهرجانات جوني بنصف جوني حلو مع كمان الفرقة لنك كان عنا الافتتاح بظهور شوير افتتاح بجوني وكانت الأفضاء جد مشجعة ومشان هيك نحنا مكفيين والسنة كمان عنا نشاطات مختلفة للمسيئة نعم بس في شغل حبي استوضحها من حضرتك الطلاب يلي عم بيشاركوا بالفرقة يلي هن أعضاء بهذه الفرقة الموسيقية The One Band كلهم بعدهم عم يتعلموا في أشخاص ما قول كونوا تخرجوا يضلوا بالفرقة ولا لا صحيح عنا هلأ منهم كثير كثير بس عندي كم شخص خلصوا خلصوا الاختصاص طبعهم ولكن بعدهم عم بيشاركوا معنا بقلب الفرقة نعم كم مرة بتتمرنوا بالأسبوع تقريبا عمليا نحنا عم نتمرن مرة بالأسبوع كل نهار تنين ولكن مدة التمرين شوي طويلة يعني الشباب عم بيجوا بحدود الأربع ساعات ونتمرن على كل الأنماط يلي لازم نقديها إن كان على صعيد الغناء أو على صعيد العزف بداية بتكون التمرين على إذا بدك على فئات محددة يعني مجموعة الوطريات بتمرنوا لحالهم مجموعة النفخ لحالهم مجموعة الإقاع لحالهم اللي عم بيغنوا كمانا بيكونوا لحالهم بعدين بنرجع بنجتمع كلنا سوا بيكون كل فريق أدى الجزء يلي هو مخصص لإله تعرف عليه تمرن عليه وبنجتمع تقدر نعمل أخراج مرتب شو هي تقريباً الألات الموسيقية اللي هلأ طلابك عندي عندي أسقوا بالفرقة نحن عملياً جمعين إذا بدك ثلاث فرق بفرقة وحدة لأنه مبدأ الفرقة الكلاسيكية الأوركاستر الكلاسيك اللي هي بتوعنا بألات الوطريات الوطريات كلها عائلة الوطريات مع ألات النفخ عنا الفرقة يلي بتروح أكتر على نمط الروك يلي فيها الجيتار الكريك والبيس والدرامز يلي هي إيلة إقاع وعننا التخت الشرقي يلي يعنى بالموسيقى العربية نحن كلهم مجموعين بفرقة وحدة نعم يعني عنا تنوع تبدك الأوركاستر وعننا التخت الشرقي وعننا الباند يلي هي للروك والبوب نعم كلهم مجموعين بفرقة وحدة هيك في سؤال كمان أعبال هيك أسأل حضرتك نحن بنعرف أنه هلأ يمكن الوضع شوي اقتصادياً سياسياً أنه لبنان معروف كيف وضعه كلنا متأثرين يمكن بهذا الوضع اللي عم يمرق في لبنان هلأ الفرقة ما رأيت يمكن بفترة ممكن ما راحت على مهرجانات أو صار في بعض عن الفن يعني هلفن تأثر بهذا الوضع القائم إذا فينا نقول السياسي بالبلد الاقتصادي الوضع العام الجو العام اللي معروف كلنا كل يومها منعاني منه صحيح خلاننا نطلق من فكرة أساسية أنه الفرقة اجتمعت على مبدأ الموسيقى الراقية يعني نحنا عم نحاول نبمي أو نطور بطلابنا فكرة الموسيقى الراقية يلي تبتعد شوي عن الموسيقى المبتذلة أو الموسيقى يلي مسمعها كل يوم نعم وهيدا الشي بيتطلب مجهود منهم أكيد وبيتطلب تعالي عن فكرة أنه شو رح يطلع لنا بالآخر يعني الشباب والصبايا مشكورين أنه عم يجوا يتمرنوا بدون ما يفكروا أو بدون الخلفية أنه بآخرة النهار شو رح أحصل أنا عندهم إذا بدك الاكتفاء الذاتي من المعلومات اللي يعني يخدوها من الخبرة اللي يعني يكتسبوها وطبعا لما نقدر نروح على مهرجانات ويطوروا حالهم خارج نطاء الجامعة ما رح يكونوا إلا كتير مفتوطين وراضيين مش الهدف أنه نحنا نحيي مهرجانات بره بقدر ما نحنا الهدف الأساسي مستوى عالي شوي ونقدر ننقلها للأجيال القادمة لما تصير الموسيقى مثل كتير قصص يعني لحق التطور وخسرنا منها الإيميل الفعلية لإله أكيد لأنه صرنا لحقين التطور وركب الزمن كيف صاير صارت كل شي عم بصير هابط لا نحنا عم نروح على هيداك اللي تجي وهيدي الشغلة كبير مهمة لأنه الطلاب والمنتميين للفرقة صار عندهم هيدا الفكرة كتير واضحة بيعقوله نعم إذا منروح شوي على مناهج تدريس الألات الموسيقية منشوف أنه بالمجتمع الغربي في عنا يمكن نوعين من المناهج إذا من غلطانا بيه تحديد الأسماء المناهج عنا منهج الحديثي اللي هي مبسطة اللي بتستهدف أكيد شريحة كبيرة من المتعلمين الكبار والصغار وفي عنا من تاني مايلي عنا مناهج المدرسين القدامى ومنهم على نهجهم بتشوف المناهج الشرقية العربية كيف هم تكون بتدريس الألات الموسيقية كيف هم تشوفها من هذا المنظور وعندكم كيف هم تتم التطبيق على أرض الريع كمان رح نرجع على فكرة التعليم الأكادامي يعني نحنا الإطار هو تعليم أكادامي أكادامي حضرتك ذكرت أنه في بالشق الغربي في منهجان هني إذا بدك هي طريقتين للتعليم في طريقة سميتها مبسطة أكيد هي مبسطة لأنه الغرب قرر يطال العالم بشي كتير سهل ما يخليهم يخافوا من المنهج أو يعتلوا هم إذا بدك تمرن أو إذا بدك تفكر وحللوا كل هالقصة بس هيدا المنهج ما بيروح فيهم لبعيد بخليهم يصيروا يعرفوا يعزفوا شواء أكيد يتسلوا بين أصحابهم يتسلوا بصهراتهم يتسلوا بالجامعات ولكن المنهج الأكاديمي هو اللي بدو يوصل مشان هيك الجامعة بتوعنا بالمنهج الأكاديمي المحد إن كان بالغرب وإن كان بالشرق هلأ ما في شك لازم نعترف إنه الغرب سبقنا لأنه قدر يطور النظرية تابعه ويسبتها ويعممها على كل المنهج تابعه بالوقت اللي نحن بعد ما نختلفين بالمنهج الشرقي مع اختلاف المناطق ومع اختلاف إذا بدك يعني كيف نتطور جغرافيا نحن عنا اختلاف بالمنهج الشرقي مشان هيك لبنان قد يعتمد منهج لا تعتمده سوريا لا تعتمده مصر وهيدا الاختلاف يلي عم بيكون عائق شوي ولكن كمنهج تعليم للإلات الموسيقية هو إذا بدك ثابت ومحصور بالكادر الأكاديمي نعم اليوم الفرقة أكيد عم تستفيد من الخبرات حضرتك ومن الأستاذة كمان البقية يعني أكيد حضرتكم نقلين تأثيركم للطلاب ولكن إذا بدنا نقلبها شوي إن شاء الله أكيد إذا بدنا نقلبها شوي نعكسها إذا فينا نقول شو أثرت هالفرقة الموسيقية اليوم عليك على مسيرتك على مسيرتك أكيد الموسيقية أو عليك أنت كشخص كيف قدرت تتغير إذا فينا نقول بحياتك المهنية يعني إذا حدا عم بيجاوب على هيدا السؤال قالك ما أثرت يكون عم بضحك عليك من كل وساطة خليني أقولك أول ما اجتمعنا نحنا نحنا حاليا الفرقة بتضم 45 عضو نعم أول ما اجتمعت الفرقة كان عندي جملة مميزة قلت لونيها قلت لوني يمكن ما خليكن أو ما أقدر وصلكم تحلموا أدمعنا عم بحلم بس على القليلة خلينا نحلم أنه يكون سوا ومن هون انطلقت الشرارة إذا بديك لأنه هلأ نحن مجتمعين على الحلم إذا قدرين نطوره إذا قدرين نصله إذا قدرين نحققه هذا العمل هو بيتطلب مننا المجهود ولكن على القليلة نحنا اجتمعنا على الحلم وهي شغلة كتير مهمة مشان هيك إجا السلوغان أو العبارة يلي عطولت بترفق عنوان الفرقة تبعنا هي للأسف باللغة الإنجليزية وروح أطرقولها باللغة الإنجليزية نحن سمينا الفرقة The One Band يلي هي One Band One Family يعني تبرنا حالنا عيلة واحدة هاي أهم جمعة إذا بديك يعني الهم يلي بيحصل عند فرد رح يكون هم مشترك للكل الفرحة يلي بتوصل عند فرد رح تكون فرحة للكل مشان هيك هاي دي العائلة هي أهم رابط بيناتنا وهيدا يلي أثر بالكل مش بس فيه وأكيد ما رح يخفي عليك إنه أنا عم بحاول إذا إذا يجوز التعبير حط الفكرة يلي بحبها أو الهدف يلي بحبه من الموسيقى طوره وإنقله عبر هالطلاب للعالم حالي اليوم في عنا حفة موسيقية قريبة لح تصير تقدر تخبرنا شوي تفاصيل عنا أي مطلح تصير وين إذا الدخول مجاني لألة ولا لأ كلها تفاصيل بإطار العيد العالمي للموسيقى يلي بيصير هو كل كل سنة بشهر حزيران وتحديدا بواحدة وعشرين حزيران كلية الموسيقى بجامعة روح للأدس عم بتنظم كذا احتفال لها المناسبة وكل احتفال بنمط معين من الموسيقى مشان هيك رح يكون عنا إذا بدك أربع أنماط رح يقطعوا بيومين بـ 18 بـ 19 وعشرين الشهر بـ 19 وعشرين حزيران وعشرين حزيران بـ 19 حزيران رح يكون الفرقة الشرقية الشرق العربية إذا بدك يعني مع الموشحات والأغاني العربية الدسمة والثقيلة بـ 19 بعشرين رح يكون عنا ثلاثة أنواع من الموسيقى رح يكون عنا البوب والروك رح يكون عنا الجاز رح يكون عنا الموسيقى اللبنانية The One Band رح تحيي بعشرين الشهر الاحتيفال رح يكون عنا البوب والروك لإلنا والموسيقى اللبنانية الدخول للحفلات كلها هو دخول مجاني ومرحب بالكل لأنه نحنا بحاجة لننقل الروح الحلوى وهالموسيقى والفن طبعاً طبعاً إذا بدنا نحكي على المستوى أنه بننقل الفن الراقي نخليه فعلاً يرجع يصير متداول بين العالم عشان هيك الدعوة مفتوحة للكل أهلاً وسهلا بـ 19 وبعشرين الشهر الاحتفال بيبدأ على الساعة 8 مساءًا بقلب جامعة رح القدس الكاسليك الدخول مجاني ومرحب بالجميع حالو أستاذ ربيا هيك حابة أخذ من حضرتك يمكن كلمة أخيرة موسيقى شو بتحب هيك توجه لي يمكن رسالة أو دعوة يمكن تحتى يلحق حلمه بهذا المجال الحلو خليني أقول لك خليني أستشهد الفيلسوف نيتشي يلي قال لولا الموسيقى لكانت الحياة غلطة بقى نيتشي قال هالجملة خليني نفكر فيها أدي الأثر الإيجابي المهم لالموسيقى عند الشعوب وتحديدا عند طلاب الموسيقى وآخر دراسات أظهرت أنه كل شخص يتعاطى الموسيقى أو يعني بيدرس موسيقى عنده نسبة لحدود 25% يطور ذكي عن باقي العالم وهاي شغلة كتير مهمة وبختم بقول مؤثر للمغني مغني الروك بونو يلي كل عالم أو كل أجيال بتعرفه بيقول بونو بيقول باستطاعة الموسيقى تغيير العالم لأنها ببساطة تستطيع تغيير الإنسان فإذا نحن أكيد إذا قدرنا نشتغل موسيقى راقية على مستوى عالي وأكيد بتشجيع وبدعم كلية الموسيقى وجامعة تروح لأدوس ككل من رئيس الجامعة لعميد الكلي لكل العاملين والمسؤولين يلي هني فعلا ما عم بيوفروا ولا أي وسيلة تيخلونا نحنا نتطور ونتعلم إذا استطعنا نوصل هاي الفكرة إديا قدرين نغير بالشعوب وإديا نغير بالعالم ونطور العالم إلى الأفضل والأحسن إن شاء الله يا رب إن شاء الله إستاذ ربيع أبي راشد أشكر حضورك معنا لليوم نحنا ما نشكركم كمان نرسي لهالفرصة يلي خليتونا من خلالها ونضوي على فرقتنا نضوي على جمعتنا وبالأخص نضوي على مبدأ الفن الراقي يلي لازم يضل عايش عند الأجيال كلها إن شاء الله يا رب وبنهاية هيدا اللي باقي لما تسأل عن الشعوب عن تاريخ الشعوب تسأل عن الفن عن المفكرين فيها فهيدا صورة البلد الفن الراقي هي صورة لبنان الراقي وكمان السقف هي كمان صورة لبنان فبدأ أشكر حضورك معنا اليوم مستيلا لكم وبدأ ودعكم أعزائي المشاهدين أكيدا على أمل لقاء بالحلقات القادمة بإذن الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة